الغذية الزيتية عندنا. هنتكلم بقى عن حاجة اسمها مثل البنق الضوئي لها اساس اصلاعية النبات او اللي عمالية الاصلية بتاعتها والاساسية اللي هي بيقوم فيها بتصنع غذائه من مواد اساسية او مواد في التربة او 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 مواد حاجات لها اصلية الى ان هو يطلع حاجة مفيدة ليه يقدر يستفيد بها ويخزنها انه عارف بيخزنها فين هي عارف اين هي حاجة بيستخدمها وهكذا طيب بتحصل فين عملية البنق الضوئي بتحصل غالبا في الاوراق الخضر. وان خضر عشان فيها سبعة فهي او كولوروبلاست جوه ميزة لها هي اللي هو اللي بيدي لدون الاخضر النبات. طيب اي نبات بيعمل كده لان نباتات الراطية او نباتات اللي هي المعقدة شوية هي اللي بتاعمل عملية البنق الضوئي لان جوها البلاستات الخضرية. طيب السيقون اللي عشبي بتاعتنا بتساهم في الموضوع ده او بتساهم عشان فيها انسجة كولورانشيمية. احنا اخدناها السنة الفاتتة. لانسجة انا شايفها مغلصة كده او تغلصها مش كامل. وكمان عندها بلاستيات خضراء وده اللي بيديها اللون الاخضر. طيب الكولورانشيمية للتزكير بقول ان هي انسجة بلاستيات خضراء تحت الميكروسكوب. وهي الصبوة طيب امكان مختلفة. اه بقول لك شكلها تحت الميكروسكوب شكلها مميز بقول لك انها عدسة محدبة. انها ايه? عدسة محدبة. تمام? ده بلايه شكلها عرصة محدبة? عشان خلقة ربنا خلقها عدسة محدبة عشان تجمع اكبر قدر مقشاعة ضوئية. تمام لما جمع اكبر قدر مقشاعة ضوئية لانها اشتغل احسن وتزود الكفاء بتاعتي في عملية البناء الضوئي. تمام كده? دي حاجة كده تابعة الفيزية نفسها. ماشي? نبدأ بنا نشوف الحاجة اللي هي بتعمل في عاملة البناء الضوئي او اللي هي اللي هي الدور الاساسي بتاعتي. بتجينا عاملة البناء الضوئي ملهاش اي 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 ما من غيرها. وهي البراستر خضراء. اما لو بصنا على بميكروسكوب الالكتروني احنا قلنا في الميكروسكوب الضوئي او ميكروسكوب العادي هشوفها كانها على ساقه محدبة. لما ميكروسكوب الالكتروني هيزبين لي كل التفاصيل بتاعتها. هيطلع عندي كزا طبعا. اول حاجة انت بص على الحاجة مبرة تلاقي فيها غشاء رقيق مزدود. غشاء اللي برا ده. ده اسمه غشاء. طب يعني حاجات تعني ربنا خليقة او عضو او احد عضايات الخليقة فتكون فيها ايه? حاجة تغلب في الحاجة اللي تبقى. السنك بتاعه يعني اللي هو حاجة سوضنانة كده لكنها ايه? عشرة نانو متر. حاجة هاوة كده. بس هي بالنسبة لها مهمة. ثم يأتي بعد ذلك حاجة اسمها النخاء او الاسترومة. النخاء ده اللي هو المادة البروتينية اللي موجودة جوه. هناك في الخليقة ونقول حاسمها السيتو بلازم. فاكرة? هم. هنا المادة اسمها مادة بروتينية في مهاش لون. عاملة زي مسلا زي بيض البيض كده. قبل ما يت اه 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 لقصرت بيضة سايفها المحشاك كده. ده بسماء الاسترومة. مادة بروتينية. مش كده بس. في حبابات نشرة لاها موجودة. طب ده كويس اه لا اه كويس. عشان ايه. عشان اه بساعات البلاسيانة بتحتاجها عشان تنقل السكر ده من مكان لاخر تحت ظروف معنا لو احتاجه. محتاج السكر بما ده اعتبر المخزن بتاعه. فان هتعمله. طب الحبابات النشرة اللي موجودة فين? في النخاء بتاعنا او الاسترومة. هنشوف هاليا متوزعة كده ايه عشوائي بس هو بيحتاجها اما يكون محتاجي طاقة. عامل زي واحد الحظ ينبيع اكل كده احتياطة ما يجوعه بيأكله او بيستخدمه عشان يقدر ايه يعيش. مش كده وبس في حاجة اسمها الجرانة. الجرانة دي عبر عن ايه با? دي حاجة كده مفصلة شوية ولها تفصيل اكتر. ازاي? اه الاشكال دي اللي هزا جانب بعضها مبصلها من فوق كده تبقى خطوط فوق بعض. ده اسمها الجرانة. منتشرة فين? في النخاع. النخاع لانها وسائل بروتيني علي من له. او مادة بروتيني. شكلها زي القرس. حبيبات كرسية منتظر. نكملها مع بعضها في شكل عنقود. نمتدج داخل جسم بلاستين. داخل جسم ايه? ايه بلاستين. تبقى قلنا ما هي حبيبات. تبقى كل حبيبة لها شكل. كل كترة حبيبة اللي هي زي دي كده. دي واحدة مسلا احنا نكبرينها. كل واحدة كترها اديه? يعني انا اخذ من هنا لهنا. كترها اديه نص مايكرون. حاجة صغيرة اوي. طيب السمك بتاعها في الجزء ده سبعة من عشرة مايكرون. ايه حاجة صغيرة اوي. كل حبيبة كل حبيبة دي كده لو قفلناها لبعضها بقت حبيبة. جواها حوالي خمستاشر قرس او اكتر مرسوسين فوق بعض. خمستاشر. زي ما انت لو عادت تقولك لواحي اتنين ثلاثة اربعة فتوصل ايه? معاك لحد خمستاشر. تمام? تمام معي ولا مش معاي? تمام. ماشي? مم. خمستاشر فوق بعض. كل قرس مصمت ولا مجاوف? لا مجاوف من الداخل. مجاوف من الداخل. وفي حواف بعض القرص خارج الحدود دي. ممكن تكون طالعة لبرة شوية عادي. عشان تتزق في حاجة تانية. يعني مسلا انت شافها ده. ما دي ما دي تعتبر جران. بس هي ايه اكبر من الجنبها. فهي ممتدة شوية تاني على البر. طيب. التركيب ده. التركيب ده. طوله او امتداده او او الشكل اللي هي مرتصة فيه ده هيا بيزود مساحة السطح المعرض للدوق. بيزود مساحة السطح المعرض لين? للدوق. دي حاجة كويسة ولا مش كويسة? كويس? لان هي اصلا هدفها في الاصل ايه? تجميع الضوء. وان هي تقوم بعملية بناء الضوء. طيب. تختص بحامل الاسباغ. تاخد لون معين. هتشوف انت شاكل ايه هنا في الرسم ايه? لونها اخضر. الصبغة بتاعتنا الكودروفيل هي نتص الطاقة الضوئية عشان تعمل عملية ايه? البناء الضوئية. احنا كنا زي ما بنقول ان في حاسنا الكودروفيل بس. لا اما نتطور شوية نعرف ان الكودروفيل ده ايه? او الصبغات انواع. منها الصبغة الكودروفيل لالف فده بيكون اخضر اه بس ايه? مزرد. اخضر مزرد. طب الكودروفيل بيه او بيه? ده اخضر مصفر. نسبتهم قد ايه? بني بلاستي ده? سبعين في المية. سبعين في المية. يعني رقم كبير. طب فيها حاسمها زانسوفيل. زانسوفيل. كنت اسمها تنين كيرا زانسوفيل. ده لون اصفر ليموني. مش اصفر عادي اصفر ليموني. كميته او نسبته حوالي اديه في البلاستي ده? خمسة وعشرين يعني الربع. مش كده وبس فيه كاروتين. احنا اخدناها اليه الصبغة بتاعة الجزر. اصفر برتقالي. ده نسبتها حوالي كم? خمسة في المية. الاكتر عندنا والكيمية الاكبر هي من? الكودروفيل. عشان كده? عشان كده اللون الغالب عند لونه ايه? اخضر. سواء مزرق او مزرق. ده سواء في الاخر ايه? اخضر. ضف على الاصفر ليموني يطلع اخضر برض. اصفر اللطاني يطلع اخضر برض. فاقولك انه يغلب اللون الاخضر على الاصبغة الاخرى ليه? ده ارتفاع نسبة اصبغة كدروفيل. سواء الف او ايه? او بقى. تمام? مم. يبقى قلنا. البلسار خضراء بتتكون من كم حاجة? ده شفنا دحت المكريسكوب. اربعة غشاء خارجي. مزدوغ رقيق. نخاع اوسترومة. حبيبات نيشة دايبة جواه. او موجودة كده بيحتاجها سات ما بيحتاجها بنستخدمها. والجرانة. وقلنا شوية معلومات جواه جبرانة. انها شكلها اقراس منتظمة. لها قدر. لها سمك. متراتبين مع بعض احوالي 15 قرص او بعض او اكتر فوق بعض. ومتدى البرة. الكل قرص نفسه مجواف من الداخل. والتركيب ده بيزوج مساحة السطح. وبتكون هي فيها الصابغة او اللون. وقلنا الصابغة اربع حاجات فوق بعض. اما كدروفيل الف او باه او سنزفيل او روتين. والاكتر بالنسبة لنا تقريبا من نسبة السبعين في المية هو الكدروفيل الف او باه. تمام? مم. ليه الكدروفيل مفيد ومميز وضروري? لان هو اللي بيقوم بانتصاص الطاقة الضوائية اللي زيما انا عملت ايه? البناء الضوء. من غير كدروفيل? من غير كدروفيل? مفيش عاملت بناء الضوء. طيب هو معقد? اه معقد. ربنا خلقه معقد. تركيبه معقد وكبير. وليه تركيب جزيه شايفها اديه? سي خمسة وخمسين ايه تش اتنين وسبعين او خمسة ايه من اربعة مغنيسيا. شايفها تركيبها اديه? ده مين? قدروفيل الف. طيب. يقول لك يعتقد ان هناك علاقة بينزرة المغنيسيا الوحيدة الموجودة في القدروفيل الف. وبين قدرة القدروفيل على مصص ايه? الطوش. سبحان الله كل ده عادي. ما عادة دهو? دهو? هم اللي متوقعين ان هو هيكون هو اللي ربنا جعل القدرة بتاعة القدروفيل ان هو من تصدق به. ان زرة المغنيسيا دي بس. ملاش علاقة بالتركيب ده كل. ده اعتقاد بس تلسى ما اش حاجة جازمة يعني. لو جازمة او تأكدوا منها هيقول ان هي خلاص هو ده المسوم. تمام? ليه الالوان من متاعة الفلفل مثلا بتختلف? احنا قلناها ممكن استنفعت الفلفل اخضر. ده معنى انه عنده قدروفيل اخضر. طيب الفلفل الاصفر معنى انه عنده سابقة زانسو فيه. طيب الفلفل بطواني معنى انه اصباق الكاروتين عنده ايه? اكدر. فانت عندك في المنوات الفلفل فيك تقريبا اربع انواع مشهورين او اربع الوان ده. ده اشهر مثال لتنوع الحاجات تبغى من السوق اللي فيه. تمام? هم. تعال نجرب بقى نحل كده سؤال. ولكن الشكل ده بوضح نسب معوية الموجودة في في الاصباغ الموجودة جوه احد الاوراق. ايه الاصباغ الاتية يتم يتم بوصل نصاص معظم الطاقة الضوئية اللي لازمة على عملية البناء للضوش. مين اللي بنتصت معظم الطاقة الضوئية? يجي في دماغيها على طول. اه ليه اسمع القدروفل تبمين القدروفل لحرافه من نسبة بتاعته عين. تبمين بقى موجود اكتر في نبات جزور نبات الجزر. جزور نبات الجزر. يعني اين جزور نبات الجزر? نبات الجزر نفسه? نبات الجزر نفسه ايه ملون. انما جزوره خضرة. جزور نكون خضرة. يا مين هيكون نسبة لاخضر بها? اخضر? اخضر? او خلعت البتاع الجزرة. في مجالة بتبقى نوعها اخضر يعني. وننجح نتأكد بالموضوع ده برضو. بس مشى الجزور دي جزء من النبات. ويكون فيها نفس تركيب النبات. في جزور بتبقى عدمت اللون. وفي جزور بتبقى خضرة. ويمكن قصده جزور النبات. انما كان نبات. اني ساعات اصلا ان تبقى الجزء اللي مادت ده. ممكن يكون الجزء اللي مادت ده. على فكرة الجزء الملون في نبات الجزر. على ما اذكر ان هو جزر متحور. فاللي انت بتشوف فيه اللي احنا مناكله ده الجزر. فبالحالة دي هيكون اللون اللي هو الملون. الواء البرتقالي. الواء الكاروتين تاريج. الواء سين. زمان تورتي. تمام? هنرجع نشوفه برضو. نرجع له. فسين هو جزء الكاروتين. اللي هو من دي اللون الاخضر. اللون البرتقالي بتاعه. ماشي? 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 صحي. الرقم الثلاثة. اي اصبغي الاتية اكثر تواجده في سيقان نبات الملوخية. الملوخية اللي لونها السيقان بتاعها اللونها ايه? ايه. اخضر. ايه. ايه اللونها اخضر. ايه معاصر الاتية يؤثر على كافة مصصد كودروفير. مين? ناكليس. ناكليس. وبعد كده ناخد التفاصيل بتاعتي. ماشي? مم. تمام? مم. اشتركوا في القناة